يا أهلا بكم مرة ثانية طبعا لسه عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه مع حضراتكم متعلق بمتش الزهاب وبطبيعة الحال لازم نتكلم وباستفادة عن توقعاتنا فيما يتعلق بلقاء الإياب إن شاء الله لنهائي دوري أبطال إفريقيا كلام كتير هنتكلمه مع ضيفي العزيز اللي بنوارني ومشرفني النهاردة في عشر صبح في الأهلي كابتن صديق جمال النجم النادي الأهلي السابق يا صباح الفل وأهلا بحضرتك معنا صباح خير كابتن كريم إزاي صحبك ربنا خديك أخبار خديك يكونوا تمام؟ الحمد لله تمام يا رب دايما في أحسن صحة وأحسن حياتك حبيبي ربنا خليكي قبل ما نروح بقى لمتش سواء الزهاب أو الإياب بس عشان فيه نقطة معلقة كده بنتكلم فيها من أول الحلقة وعايز أعرف حضرتك شخصيا شايف الموضوع إزاي موضوع كريم بن زيمة وفكرة انتقال نجوم كرة قدم العالميين للدوري السعودي وانعكسات هذا الأمر على الدوري السعودي أول حاجة الدوري السعودي أنا شايف الفترة اللي جاية هيخطف الأدواء من بعض الدول العربية والأفريقية في بعض الدول الأوروبية يعني فيه دوريات احنا ما نسمعش عنها نادرا يعني زي مثلا على سبيل المثال مثلا المجر بالغارية ما تعرفش انت فيه دوريات مجهولة شوية يعني عايزة متابعة جيدة جدا فالدوري السعودي استقضام رونالدو وبعد كده كريم بن زيمة وفي الطريق احتمال كبير جدا جدا ميسي طبعا حاجة كويسة جدا بتعمل إضافة للكرة السعودية ومش من فراغ يعني فيه فيه لعيب بممكن يحسبها مادية بس قبل المادية الدوري شايق جدا وقوي وبيجذب اي حد ان هو يروح الدوري السعودي مش دوري ضعيف ملاعب امكانيات تنظيم على اعلى مستوى تحت كورة ما شاء الله منظم فالحاجات دي كلها بتصب في صالح ان اي حد من لعيبة كبير الروح بن زيمة زي ما حضرك عارف هو قد 14 عام في ريال مدريد حقق كل نجاحات من دوري الابطال الدوريات المحلية عندهم الاستحاقات الصبر فطبعا تشبع بالبطلات يعني عمل رصيد كبير جدا 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 فهو حسبها برضو في الفترة الاخيرة ان ممكن تكون فيها جزء مادي يعني سمات حدك بتقول 200 مليون مبلغ كويس جدا لو تلقت مواسم 600 مليون وعندين هيحس بارتياحية هناك وهيبقى في استكرار وهو كمان ما شاء الله حتى اللغة بتكلم عربيا لانه اصلا جزائري وعنده كل اللغات كل اللغات فحس ان هو برضو قريب لان الدوري السعودي فيه محترفين مميزين جدا في الهلال في الاتحاد في النصر غير الاسماء اللي احنا قلناها كريستيان فالحاجات دي كلها وعندهم كمان لعيبة وطنيين يعني محليين واللعيبة مميزة جدا بالدوري السعودي عندهم لعيبة للمنتخب كوي وبرضو ايه اللي بيخلي اللعيبة تبقى عندها ممكن القبول ان هي تروح الدوري المنتخب السعودي لاب مع الارجنتين كسب الارجنتين برضو دي بتضاف للرصيد الكرة الاسيوية وكرة السعودية فلما اللعيبة كلها حتى ميسي والناس اللي هم في اوروبا في المنافسات بتاع كاس العالم كله شاف المنتخب السعودي فدي مش من فراغ ما انت برضو انت انا عشان اجيلك لازم انا اكون عندك هنا عبيك وانت عندك الامكانيات اللي تؤهلنا احنا الاتنين نتحمل مع بعض فالحاجات دي كلها بتصب طبعا في صالح الكرة السعودية ان هما يجيبوا لعيبة كويسة وانا شايف بنزيمة يبقى ضافة الاتحاد السنة دي خد بطولة الدوري قبل المسابقة بمورتين كان المنافسة قوية جدا جدا مع النصر العلال من الفرق قوية جدا في السعودية المسلم الفات كان بعيد طول عمره اه كان بعيد عن الدوري العلال فريق قوي جدا جدا وطول عمره كان من ايام عبد الرحمن ابن مساعد لو كان مسؤول على المشاعة الرياضي كرة كلها في العلال كان يجيب لعيبة اجانب كويسة جدا والعلال متصدر على طول واخد اسيا كذا مرة وبيوصل نائيات فطبعا الكرة السعودية فعلا تخليك ان انت تتشد ان انت تتفرق عليها وما فيش شك انه كمان الانتشدة دي هتزيد اكتر واكتر لان الدنيا هتحلوه اكتر واكتر لما يتواجد بقى هذا الكم من نجوم العالم في الدوري السعودي اكيد فطعال بقى نروح لينا احنا بقى خلينا فريقنا اكيد وقبل ما نروح للقاء الاياب عايز اعرف رؤية حضرتك لماتش الزهاب تمام وهل شفت في ماتش الزهاب ما يقلق في ماتش العودة بس حضرتك اتفرجنا على المباراة الاولية الزهاب كان فيها كوارس مش يقلق بس كوارس يبقى بتتكلب على التحكيم ودي نقطة لازم نقف عندها طبعا لازم نقف عندها تعالى تحيدها مؤقتا من الكلام وحنروح لها وباستفادة اصلا هي مربط الفرس هي يعني لبو الموضوع دي الاول لان انا يعني بصراحة يعني زعلان جدا جدا ان هو حرمنا من حاجات كتير حكم اول حاجة هو ليبي واخر مباراة لي مش يحكم تاني رجعنا للذاكرة العرجون لما كان بيحاكم نينا عندنا في النادي الاهلي واخسرنا في مباراة في مصر 3 واحد وطرد عماد النحاس وبعد كده بطل تحكيم فاحنا موعدين بالكوارس اللي هي بتبقى صعبة جدا في مسيرة النادي الاهلي ليه بقول كوارس يا كابتن كريم الوقت انت فيه ضرب الجزاء مليون في المئة لحسن الشحات ليه مرة رحتش على الفار ليه ما بصتش عليها ده دي لازم تروح تبص اللي هو رح للفار ولا مسؤول الفار ندهوله او استدعوه ابص ما ديك الاسمه غربال اللي هو كان قاعد جوه على الفار كان لازم ينبهه اللي اصعب من دي بقى خليك تزعل جدا جدا ما عرفش يحيى جبران اه اللي خده بايده كان اخر اتنين في الملعب برسيتاو وهو وقابل السنتر بحوالي 10 يار دي 15 يار دي اتعدت منه برسيتاو راح انفراد حتى لو ما دخلتش بس راح انما ده لما خده بايده في القانون ده ده اخر واحد في الملعب لازم احمر ازاي تديله اصفر فدي من ضمن الحاجات اللي خليه الواحد ده يعني زعلان جدا اللقطات الفوتوغرافية اللي انتشرت على السوشيال ميديا في الفترة الاخيرة اللي هي موضحة اوي الحركة بتاعت الايد ده مش بس كارتة احمد ده يتعمل له محضر ده عمله احسن من الحارس وبعدين واضحة في نص الملعب اوي واضحة اوي وما فيش زحمة يعني هم العبين برسيتاو وهو يحيى جبراندا مش عارف هو ولا التاني يحيى عطيته الله بس هو اكيد يسترد بك هي عدة مرحلة الوضوح مع الحكم صفر عليها بالفعل بس القرار هو اللي مش لا يتساوع مع هول اللي حصل يبقى الحكم ده تعدهاله واللي هو كده اساء في التحكيم وحرم النادي الاهلي لان لما يكون نتيجة مثلا واحد سفر ويجيب جون تاني يبقى اتنين لو انت كسبان اتنين وجبت جبت التالت في دي تلاتة سفر كنا احنا ارتحنا جدا جدا غير كده العيد ده مؤثر جدا فنيا مع فرقة الوضاة لان فيه مباراة الاياب هو لعيب اساسي لو طرد كان يعطينا افانتاج اللي برضو يبقى قوة ضربة بتوضح النقط والتفاصيل دي كلها ليه لان الامر لا يخلو من ممكن يكون في واحد بيتفرج عليك يا عام انتو بتدوروا على شمعة الحكم يا عام كل مرة طولنا الحاجات زي كده بتسمع ما دي مش شمعة ما دي يا حقوق دي مش مش شمعة فعلا ده واقع مرين مجبوس وحقول النادي الاهلي ومشروعة ان انا لما لعب زي ده ما لعبش هناك ياخد البطاقة الحمرة انا هستفيد بالجزء اللي باقي من المباراة كعربة اي حد من نص ملعب كنا ممكن نروح نجيب جون واثنين وثلاثة هتعديك فرصة كويسة جدا جدا فده جيب صراحة ضلم علينا وبعدين كمان ما عليك كمان الهدف جيه يعني الواحد زعل جدا جدا جاي في توقيت صعب وبوز كل السيناريوهات بتاعتنا والحسابات بتاعتنا هنخش في حتة تانية نتكلم فيها بعدين مع حضرتك فنيا بس انا بقول الحكم كان من اسوأ الحكام اللي حكمت للنادي الالي في مبرامة صيرية زي دي فما ينفعش انسيان توقعاتك بقى في مطش القيام التحكيم هيكون عامل زي كان فيه كلام عن الحكم من الثيوبي وكان فيه استنكار واستهجان من الكثير من الناس اول ما عرفه اسمه بص حضرتك اول مرة اشوف مستر كولر يبقى متعصب او مجدود لانه حقه ده مدير فني حتى وكلم عن ده بصريح العبارة في المؤتمر الصحب برفع عليك انت عمرك حضرتك يا كابتن كان يشوفته مجدود من ساعة ما يمسك النادي الالي اكتر مدر بجي النادي الالي زي فايلر عنده يسابات مفعالة وهدوء تام وبيشتغل يعني ما فيش اي توتر وحتى لما يجي في الاهلي جون ما فيش عصبية بس لما شاف حاجة خارجة عن النص انفعل جدا جدا فلما شاف كمان المباراة اللي جاية مباراة مصرية النهائي ومباراة خلاص بقى فيش بعديها يا مباراة وخصوصا ان حزبتها تعقادت كمان الحسابات برضو ايه على الورق غير الملعب انا شايف نتيجة اتنين واحد الحمد لله احنا كسبنا قبل اي حاجة والاهلي قادر يتعامل بس حتة ان ميستر كولر ينتبه برضو على حتة التحكيم لازم يلفت نظر الناس والاتحاد الافريكي والناس اللي هتعين حكم للمباراة التانية يكون عندهم دكة في الاختيار لان انت لسه طالع من حلقة واحد ظلمك ما تجيب ليش واحد تاني بره بالعبنا عشان يأكد الظلم هو مش المفروض في الظروف المشابهة بيتم جلب حكم من خارج القرب اللي فيها المفروض اصلا اللي ضمان الحيادية التمة المفروض الفير بلي يكون هو بعيد عن الساحة يعني مثلا ايه حتى لو جابه حكم من اسيا بحيث ان هو ما يبقاش يعني ما يبقاش ايه معده ولا معده طبعا عشان ما يقولكش معلول هقولك على حاجة كابتن كانيم حصل حاجة في المطش وممكن مش كتير قوي من الاخوة المشاهدين خد بالو انا كنت مركز جدا انا اتفرجت على المباراة في البيت كنت راح للاستاد واللواية الساعة خمسة وما عصلتش نصيب رجعت يعني كنت في النادي الاهل يوميا اللهم صلى على سيدنا محمد حاجة بتقول لحستها مهمة جدا المزيع المعلق كل التأدير والاحترام لي نحبه جدا اللواية التنسي قالك بعد ما الجنجي انفعل اول انا اول مرة اشوفه مجدودك لما الجنجي في النادي الاهل مش عايز اقول فرحان بس الانفعل بتاعوا لك ده لسه بقى في كازا بلانكا ده فيه ستين مليون ستين الف مجنون هيبوا في الملعب يعني انت بتنبه الناس يعني احنا عندنا خمسين الف هناك ليهم ستين الف جمهور النادي الاهلي جمهور كواس جدا جدا وجمهور محترم ما بينفعلش وبيحافظ برضو على المنافس بحافظ على اسم النادي الاهلي برا الناس دي بتشتغل بعصبية زي بتوع الترجي شفت لما وقفوا لهم مباراة فييجوا مجدودين علينا طب انت بتلفت نظر لانك يعني ايه ستين مجنون في الملعب في كازا بلانجا والله العظيم سامعها التلفزيون هو بيزيئ فكل العقاد دي ان شاء الله مش هتبقى مؤثر وطالما حدك يعني فتحت باب الكلام في النور التقديق والحقيقة مش لوحدة انا زعلت انا زعلت ومش بس على الجملة دي وبشكل عام يعني الناس كتير حتى زعلت ليه فيه كتير من الناس شايفين ان طبعا هو راجل له كل التقدير والاحترام ده حاجة بره للحسابات وليه مع حبة ومعزة كبيرة قلوب المصريين بصفة خاصة بس فيه ناس كتير قال لك ما معناه انت جزء كبير من نجوميتك اتحقق بمعرفة جماهير النادي الاهلي صح لما بيزيئ للاهلي فهمت زي بيبرق كده وبيتلمع لما بيزيئ للنادي الاهلي بعدين احنا مش طالبين انه بقى يعني المحابة لصالحنا لان احنا عايزين حيادية بشكل والاسف كل المصريين بيحبوه موزيع كواس جدا مهلق كواس جدا وعنده ثقافة عالية جدا في الكورة وبصراحة بيمتع بس انا كان يعني ازعلت من الحتة دي بس انا شايف باذن الله مفيش حاجة اصرع النادي الاهلي النادي الاهلي تحط في مواقف اصعب من دي بكتير مع الترجي برضو في تونس مع الصفاكس وكان نتيجة كانت برضو عندنا هنا في مصر جهاز فني على مستوى عالي فيه جهاز فني على مستوى عالي فيه لعيبة خبرات كبيرة فيه منظومة كبيرة نسمع كابتن الخطيف ان شاء الله يكون موجود مع البعثة وكابتن حسام غالي ببنى هكذا دايما حلوة وجود كابتن محمود الخطيف طبعا بتدي حافظ ودافع اضافي عند اللعيبة حضراتك بتدي باور بتدي برضو روح عالية جدا جدا لما بيشوف الكابتن قدامه ولما بيقعد هي بتدي باور وبتحملك المزيد من المسؤولية من المسؤولية عبق برضو هي مش عبق برضو ايه بتبقى إجابية أكتر منها سلبية العبق ده انه بيديك روح عالية جدا الناس كلها نفوفة حوالين الفرقة وبالذات رئيس النادي عظيم مجلسة إدارة فلما بيشوف الكابتن او بيقعد حتى حاجات مفرادية مع اللعيبة او بيبقى موجود في أي جلسة بين الخبراته الكبيرة وبين المعنويات بتاعته بتاعت جمير النادي الأهلي الطموحات الناس مستنيئة منكم فكل حق دي كلها بيخلي العيبة تنزل بتنزل ان شاء الله بإذن الله بيقاتلوا في الملعب ويوميش جديدة عن نادي الأهلي يعني يشوف حضراتك بقولك مرينة بمواقف صعبة جدا جدا انا بس الكابتن وتواجده أصلا سواء في التيتش او في البعثات اللي هي خارجية في المبارات الصعبة بيبقى فيها بتدي حاجة كويسة جدا جدا للفرقة ولجاز الفن على ذكر المبارات الصعبة واحنا مش هنختلف أكيد ان اللقاء القادم هو لقاء صعب أبرز نقاط صعوبة الماتش ده في رأيك ايه هي أصعب ما في الماتش اللي جاي الماتش اللي جاي احنا طبعا تقدمنا بهدفين ودخل فينا هدف فهناك المباراة انت دلوقتي أي فوز أو أي تعادل او لا أي تعادل لصالحنا اي فوز ان شاء الله احنا ايه ممكن بإذن الله بإذن الله احنا لو جبنا جون هنربج كل حساباتهم هتلقبط الدنيا بس ان شاء الله ما يجيش فيه نجوية أصعب حاجة انت يجي فيه جون وبالذات في أول ربع ساعة أو أول تلت ساعة طول ما احنا متماسكين ووقفين على جلنا وفيه تنزيم دفاعي كويس جدا جدا منيجي بقى يعني ايه عن اتطرق للحتة الفنية عشان نادي الأقل بإذن الله زي ما حضرك تفضلت بتقول أصعب حاجة ما أصعب حاجة دي هنا كان فيه تخوف والناس كلها كانت أنا وتوتر من حمدي فتحي ومروان عطين ان كان فيه بطاقات ده كان عنده بطاقاتين ده بطاقاتين كل الخوف والحذر ان احنا المباراة اللي جاية ما يخدش بطاقة في مصر ما يلعبش يمطش النهائي لقطة خلاص ما عندكش حاجة تبكي عليه فالتشكيل هو ده المناسب لو حصل مثلا السورية دخل بخبرته حمدي قاعد حد قاعد برضو ايه كلها إضافات للنادي الأهل أهم حاجة عندنا دكة كويسة واللي ينزل ان شاء الله بيبقى بيصنع الفارق التشكيل موجود هنلعب الأربعة اللي لعبوا هنا الأساسيين معلول وهاني واسمه عبد المنعم وياسر وفي نص ملعب ديانك وعطية وحمدي فاتح وتاو الشحات وكهرباء هيبقى ليه دور برضو مميز جدا لو بدأ لو بدأ شريف دي بتاعة البودير الفني بس أهم حاجة في المباراة دي الأول ربع ساعة أو تلك ساعة 25 ديئة لو نحن لو جرينا المباراة السيناريو زي ما احنا عايزين مدرب أهم حاجة ما يجيش فيه نجوية ما انت عندك في نفس الربع ساعة دي الفريق المنافس وده شيء طبيعي ومنطقي جدا وبينقصين كده أخذل في الاعتبار أنه هيبقى داخل الماتش ده هو جريح هيلعب بشراسة متعلم من نتيجة الماتش اللي قابلي معاي هايبقى نازل برضو عايزي يولى عندني هيلعب بشراسة وهيلعب بكوة وهيهاجب بس برضو هم معاه مدرب برضو على مستوى عالي جدا يعني برضو عنده سكافة عالية اتعامل في مباراة سان داونس لا مدرب محنك ياهد وكويس جدا يعني فمش هينزل كده يفرط يحتخل هاجم على نادي الأهل لأن أي حاجة هتبقى مرتدة هتبقى بصلاح لنادي الأهل احنا عندنا عناصر في الفرقات الفردية كويسين جدا جدا حسين اه بس المصابر انت عندك برضو تكتل دفاعي عندهم ما هو هناك مش هيدافع لا ما هناك مش هيدافع ما أنا بقول لحضرك لو احنا عملنا تنظيم دفاعي وان شاء الله هنلعب بتلاتة مثلا في نص الملعب لو لعبوا نظام فلات اللي هم ايه يفلوا نص الملعب الحاجات اللي علينا الناس اللي على الإطراف هيرجعوا شوية نص الملعب هيبع عندنا كترة عددية لاستحواز فالراجل زي ما لقيتنا قبل كده مع الرجاء فهو الراجل بيعرف يتعامل مع المباراة الكبيرة وبيعرف يقفل كويس جدا 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 احنا عندنا فرصة كويسة ان احنا ربنا يكرمنا ممكن نخطف هدف ان نخطف هدف ازاي ان هم لو بيضغطوا عندنا الحاجات اللي هي بقى فيه مساحات في خط ظهر عندهم لان بيضغط لان انت لما كل ما هتقفل كويس انا بقولك نص ملعب بيقفل والاتنين اللي على اطراف حينزله لما كل هجم علينا انا برضو ان شاء الله تتقفل الحتة الناحية اليمين الناحية معلول واخبال حضرك عشان برضو دي بقى فيها خطورة اللي جيب جون منها ايه ونجم كورت كويسة جدا بيعمل كورس منها حتة وعنده سرعات برضو لما تحطت الكورة تلعبت بسرعة لا ان شاء الله نقفل بقى الحاجات دي سواء من ناحية عالي او من ناحية هاني بالناس اللي هي على اطراف لما معنا الكورة الناس دي بتطلع لفوق وممكن كهرباء او شريف ان شاء الله يبقى فيهم ساحات بس اي ملت حضرك من الاول طبعا السبات الانفعالي الهدوء عدم الانجرار للتعصب بتاع الجميع بتاعتهم عدم التصرع برضو في نقل الكورة عشان ما تبقاش انت تبقى مضغوط تنقل الكورة اللي يكون فيها اخطاء بتبقى الكورة التانية عليك خطرة طبعا ضقة في التمريدات سرعة في نقل الهجمة لان الحاجات دي مش عايزة بط احنا بنلعب بره ملعبنا الافنداج اللي عندك في ملعبك بتبقى في رتيحية طبعا لان ما فيش حد يجي ضغطك في مصر استحالك فرقة تحطك في التمنتاشر او في الصندوق ولأ انت في ملعبك مهما كانت ولو حصلت مع نفس المنطق برضو حيبقى معك ووسف اللي حال تنمطش القيام مع نفس الكلام حينطبق على الوداد بالنسبة لحتة الحتة اللي هجومية علينا الحتة اللي هجومية علينا ما انا بقول لحضراتك بس مش عايزة لا انا بكلمك على فكرة ان صعب زي ما حدك بتقول من شوية ان صعب حد يجي في مصر يحط فريقك في خطة الـ 18 فترة جبيرة ونفس الكلام ينتبق عليهم هما هناك حيبقى برضو صعب تحطهم هما في أرضهم ما احنا بنلعب بخطة في توازن ما اقولت حضراتك ايه مستر كرة مش هينزل يهاجمهم نحطهم في صندوق لا ده احنا بنلعب منص ملعبنا وتركيز اهم حاجة زي ما قلت حضراتك النقل الكرة السريع الاستحواز ما نفقتش الكرة بسرعة الهدوء التام اي فرص تيجي لازم يبقى فيه دقة لان ممكن الفرصة تجيلك ما تجيلكش تاني اي حاجة لنا ايجابية على الجون هتفرق معنا يعني بنسبة كبيرة جدا جدا لان الجون ههير بك حسابات المدرب ويركب حسابات الوداد وجامهيره بالمنظومة بتاعته فدي اللي احنا ان شاء الله بإذن الله مثل الكرة بيشتغل عليه هو هادي جدا يعني هو مش بتحصب وبرضو بس أهم حاجة بإذن الله ما يجيش فينا هدف ولقدر الله لو جيه هدف نتماسك لان الكرة ورد فيها كل حاجة السيناريو المباراة انت جبت جون مش هتغير من طريقتك هتفضل برضو مقفل ويستحوز لحد كل الوقت ما يعد واحنا النتيجة ايجابية لصلاحنا كل ما يكون فيه توتر ورعونة وعدم السكة كل دي هتهرب من الفرقة المنافسة وتلاقي فيه لغبطة لقدر الله جيه فيك حاجة انت ممكن تتوتر وتنعكس عليك السورة بس أنا متأكد ايه اللي بيفرم عن نادي الأهلي في المبارات الكبيرة بفضل الله يعني عندنا خبرات كبيرة العيبة اللي موجودة في النادي الأهلي مروا بمراحل كتير زي دي بالزبط نهائيات والنتيجة بتبقى في الخيرة ومعظم الجيل الحالي مر بالتجربة دي قبل كده كتير وسعب بيبقى سفر 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 انت داخل ما فيش حاجة في ايدك انما الحمد لله احنا احرزنا هدفين جول اللي جي ماشي مافيش مشكلة وارد في كورة القدم يحرز هدف يجي فيك هدف فبرضه احنا كسبانين مش عايز برضو الناس تقلق الجماهير لازم الثقة الكبيرة تعارفة كبتا صديقي هي اللي حصل بمجرد دخول الجول ده فينا ومش هيكاية قدمها عكننا يعني تعكنلنا عارفة متقول على جول ملوش لازمة المكانش ليه لازمة ان يدخل فيه فده اللي عكن على الناس يعني هو ملوش طعم وجون رخم خل الناس يعني انا لما تجون جي والله مش عايز كأن حد كده يعني خبطك بحاجة على دماغك حسيت ان مريش اتزان مش مستنيينه احنا ركبين المبراه وكورة معنا والاستحواز ومروح بس هي كورة القدم هي اخطاء لا الهدف بتيجي من ايه خطأ طبعا وفيه اه مهارة من اللي معاك كورة وفيه تاكتك وفيه جغل بس بأخطاء اغلبية أخطاء دفاعية لعيب بيغلط تشتيت الكورة لعيب مثلا بيباصي باص غلط بيضغط عليك يعني فالحاجات دي وردة في كورة القدم والحارس نتكلم برضو عشان نكون منصفين الواحد اي جميل قالي كان لانا جدا ان من شنوصه مصطفى لعب اللي مصطفى لعب بتحس انه هو بيلعب في النادي الاهل الاساسي بقاله مثلا من اول الموسيق بقى ريحية شديدة امفراضين واحدة جوه الستة شالها جوه بيده حاجة محترمة جدا طبعا بس الواحد سيب عليه برضو مصطفى ان الجون لا يسأل عنه ان الجون اتخطفنا فيه طبعا يعني لو حد ضغط على الراجل ده مش يعملها من لعيب نصر الملعب اللي هو جاي مكمل طبعا لو حد مد رجله من المدافعين فيه اللي هو السامبو اللي هو المهاجم لمسه برجله رحيتراحل اللعيب بتاع الوداء رحعملها بطري ليه فانا بقولك الاهداف وردة الاخطاء وردة في كورة القرى بس المهم ان الحمد لله عندنا تيم كويس عندنا لعيبة على مستوى علي جدا جدا وبذات الحتة اللي في القلب ياسر عبد المنعم لما يكونوا مركزين شفت لعبه كاس علم أندية ولعبوا في البطولات قبل كده بيشيلوا فرقة الناد الأهلي وعلي لما يكونوا واقف على الليه طبعا كوة ضربة نفس الكلام هاني في كمة مستوى ما شاء الله الفترة الأخيرة حسين الشحايت برضو كنا عمل شغل هاي حسين مختلف اختلاف كبير جدا لما كان مع مستواني ومع ميستر كولر بيعمل كل حاجة في الكورة تهديف أسستات يعني شفت عمل الجون لبير ستاو حاجات في النيات بير ستاو كمان هو كمان حاجة عمل شغل هاي بير ستاو برضو الفترة اللي هو كان بيتصاب فيها كان الأحمال التدريبية كانت عالية عليه على محتاقت فطبعا الناس في الأهلي بسم الله ما شاء الله تدركوا الحتة دي برضو الأحمال بقيت خفت شوية عنه ما بقيتش الضغط عليه لأنه برضو ما كانتش واخد على الشغل بتاع النادي الأهلي في الأول فتلاقي كان بيتصاب دلوقتي في كمة مستوى لأن الفورمة بقت عالية الموجود قبل كده بتسأل يا حد من النادي الأهلي البزات اللي بشجعه يقول لك لا ده الصفقة دي شاقلاتي رقم واحد شفت حضرات جاب الجون طبعا ما نطش عمل جومب لا ده وقف مكانه عملها بدمج بعدين لحطل على الأرض واحد لواحد كهربا الحمد لله التالتي لأخران بتاعنا مميز جدا جدا كان ممسوق جابة كهربا في المطش ده بص يا كابتن كريم انت ما يكون عندك حد مميز وطبعا على الساحة بيسجل ومهارات وكل المشاركات وعدين جاي بجوان ما شاء الله جاي بستة سبعة جوان فمميز طبعا فطبعا لما انت بتيجي تلعب اي فرقة زي المدير الفن قالك ايه قالك مروان عطية لفت نظري جدا وخايف منه في نص ملعب المدير الفن بتاع لودات نفس الكلام كهربا فبيعمل ايه بقى فيه حرص بقى فيه رقابة شديدة طبعا يعيين له اتنين لعيبة بس كين اه هو قريدي اتنين اللي بلعبوا اللي في القلب واحد مثلا بيلعب عليه والتاني برضو بقى قريب منه اه طبعا حتى اللي الطرف لما الكرة بيتطرف هو بتلاقي اللي بيتطرف بتاعهم الباكليف أو الباكرايد بيروح ميل عليه بيجي عليه ستباك فتلاقي مخلوق بس هو عنده امكانيات وقدرات عالية جدا جدا مهرية بيشتغل كويس الكرة معاه بيشتغل كويس مغير الكرة بيعمل محطة كويسة الحاجات اللي هي اللي فيها الوان تو الضابل باص الحاجات دي هو عالي جدا شفت الجون يعني بصراحة مهارة عالية جدا لما حسين عملها راح هو بسميها ايه باللغة يعني ايه الفلاحة كده ضربها ألم كرة راح توقف قدامه يعني ايه عمل كده بيت قدامه يعني سيطر عليها وروح عملها بيشتغل ممكن واحد تاني يجي يتصرع يعني حمدي فتح جات لوحدة هو مفروض كان دخل خدها بصدر ودخل بيها جوة لأ حمدي اتصرح وعايز يشوتها خبط لعب الوداية الفتعة عطل فتعة عطل كعربة ما شاء الله ربنا بس يحفظوا يبيض عنهم الأسابات لعيب لعيب موجودوا في النادي الأهلي للفترة الأخيرة إضافة كبيرة جدا جدا وانا شايف ان شاء الله بإذن يعني بتمنى من الله ان اليوم المباراة نبقى موفقين كاتير النادي الأهلي يا رب ان شاء الله لأن دي بتفرق معك لما يكون اللعيب متوفق ومركز في المباراة في جزء مهم جدا من النجاح في الآخر اه ومباراة كبيرة مباراة كبيرة جدا فنحسنها ان شاء الله لصالحنا لأن كاز غالي جدا وان شاء الله تبقى رقم الـ 11 فدي حاجة تبقى مميزة يعني هل بتحس بأي فرقات في كيفية إدارة مستر كولر الفنية للفريق محليا بالمقارنة بإفريقيا مستر كولر انا يعني فضلت قبل كده كذا مرة مع حضرتك او في أي مكان بطلع فيه كل ما بيقعد فترة كبيرة في النادي الأهلي كل ما بيزداد نضج بالنسبة للرؤية الفنية للعيبة النادي الأهلي عم عنده رؤية كويسة جدا صحيح حفظ اللعبة كلها مشاركات كتير مع النادي فبيبقى ما شاء الله في التعامل سواء في الدور المحلي دور المحلي بماذا هو احنا الحمد لله متصدرين وعندنا مؤجلات ففيرت يا حية ما فيش دموطات علينا لما بيجي يلعب مع الفرق هو أهم حاجة عنده برضو الثلاث نقاط عشان يعمل فرق نقاط يبقى حسم الدور بكوة ما يستناش لأي حاجة تاني فبيجي بيلعب برضو بيركز على الفوز وفي كل المبارات سواء مع فرقة صغيرة أو مع فرقة كبيرة عنده توازن في حتة اللعبة في فرقة النادي بيحترم الفرقة الكبيرة وبيحترم الفرقة الصغيرة فإيه ما بينزلش برضو على طول يهاجم لا بيعمل استحواز في نص الملعب الهجمات ومطرة جس النبض أو منظمة وعنده حتة هدوق مش عايز أقول السوري كلمة تانية لأ عنده سباة مفاعل ليه هادي جدا جدا لعشان برضو بيعرف إيه اللي عايزه من المباراة وبيعرف مستوى الخصم اللي بيلعبه بيحسم كل اللقاءات اللي هي المحلي من باتشاطة الأفريقية نضج فيها وبالذات بعد دور المجموعات دور المجموعات كل الناس كانت مشككة في النادي الأهلي بالذات لما حصل الدروب بتاع صندوق كان فيك تخبط برضو لأ ما بقول لحضرتك فنيا وردة طبعا فيه ناس بيجي لها الدروب ده ما بتطلعش منه صحيح أكي إنها مريضة ممكن تقعد فيه سنتين تلات صحيح فرق كتير مش عايزينه ألا أسامين طبعا إنه بفضل الله الأهلي زي إيه بيمرض لا يموت الحمد لله صحيح فلما طلع من المجموعات لا دخل بقى على الماتشاطة التانية المرحلة النائية زي ما انت شايف كوة سرعات فنيات تاكتك فهو بيركز مع الفرقة الكبيرة وبيتعامل كويس جدا جدا الماتش اللي جاي من ضمن المبارات زي مبارات الكاهرة هيتعامل معاه باحترافية وإن شاء الله بإذن الله يكون اللقاء اللي جاي ده هو مركز فيه جامد عشان نحسن المبارات وناخد البطولة بإذن الله إن شاء الله نسعد كلنا مع صفارة النهاية في اللقاء اللي جاي بإذن الرحمن ويرجعوا أبطالنا محملين بالنجمة الحداشر ومشكرك على وجودك معي نهارده بحلقتنا شكر جزيل وإن شاء الله نلتقي على خير قريب حبيب يا كابتن كريم أنا كنت سعيد جدا أنا موجود مع حضرتك ربنا يا خليبات شر ومتشكر جدا ده أنا لبشكرك شكر جزيلا وأكيد الشكر منصور لحضراتكم مشاهدي خانات الأهلي بكل مكان في العالم على حسن المتابعة إن شاء الله إن عيشنا وكلنا عمر نلتقي على خير بإذن الله يوم الحد جاي ويوم جديد وحلقة جديدة اشتركوا في القناة سلام عليكم